هذا شيء الثاني وقبل أن أذهب إلى ما أردت وقوله أيضا لا ينبغي أن تفهم كذلك هذه الندوة على أنها محاكمة الإعلامين الرياضيين نحن شركاء وأنا إعلامي وكتبت حتى في الرياضة أعتقد كان عندي كتيب في 2009 كيف أنتوب كيف كيف ولو أنه رياضي مغلف بغلاف سياسي إذن الرياضة لأنها الرياضة شغل شغل لجميع المواطنين شيء طبيعي أن تحظى باهتمام النخبة مهما كانت النخبة إذن قلت لابد كذلك أن نشكر الإعلاميين الرياضيين على المجهودات الجبارة التي يبذلوها كغيرهم بالإعلاميين الجزائريين سواء في الإعلام الاقتصادي أو الإعلام الفني أو الإعلام السياسي أو غيرها من التخصصات المعروفة أو الإعلام الثقافي إذن الإعلاميين الرياضيين يستحقون كل الشكر على المجهودات التي يبذلوها ويتكبدوا مشاق صفر إلى خارج الوطن لتغطية المباريات والنشاطات الرياضية المختلفة إذن هذا الجهد لابد أن يشكرون عليه وفي نفس الوقت أن الإعلام الرياضي لديه العديد من الخصوصيات نفهم المشاكل لعانيها الإعلامين الرياضيين ولكن رغم ذلك يبقى إعلام عنده مشاكل عنده صعوبات عنده تحديات والصحفي قبل أن يقول صحفيه عارف الأشياء هذه قرأها في الجميع قرأها في المدارس قرأها في المعاهد إذن هو يعرفها إذن نشكركم على المجهودات التي تبذلوها بشكل مستمر سواء في تغطية البطولات الوطنية أو البطولات الإفريقية آخرها البطولة التي لازالت دائرة في كوديبوار وكذلك البطولة كورتليد في القاهرة